بثماني شهر ثماني عشر ألفين وسبعة صار فيه هجوم من قبل كلب شارد على بيت السيد نائف غرز الدين بمسعدي وقام الكلب بعض بنته الكلب هرب وحاولنا ندول على الكلب ملاقا نهوش بنفس اليوم عند الظهر حاجم على حرمة ثانية من بيت بوصالح من منطقة مرج بركترام ونتاشا بعض بداية عضات كثير كبيرة الكلب قدرنا نلقيه بعد النقط له وكان يجاب إلى الكلب اليوم بيوم الأربعة في 11 عشرة كان فيه كلب هجم على بيت السيد سعيد بوصالح سعيد بوصالح وعض بنته اللي تبلغ من العمر السيني ونص وسبب لألم بكثه وجروحه والكلب وصل القدر يوصل حتى مستوطنة شريشوف بالمنطقة وقتل الكلب كمان بعثناه وكمان كان يجاب إلى الكلب وكمان كان فيه ثعلب اللي مصاب بالكلب بكبوت سنير كمان يعني خلال الاسبوينهوت كان فيه ثلاث حالات كلب بالمنطقة فبريد من الناس اللي ياخدوا الحيطة والحضر من الكلاب الشردي ومن الكلاب اللي بدون اصحاب وينتبعوا على حالة عنا بالمنطقة اليوم منعيني من وجود كمية كبيرة من الكلاب اللي داشرة او فلتانية بدون رأي والسبب عائد اول شي من انه الكلب تتكاثر بشكل رهيب انه الانت ممكن تجيب ببطن من مرة واحدة ممكن تجيب خمسة او ست جره وست جره واحد بيكون عنده كلب مربيه بالبيت بيت تخلق له ست جره بياخد منهم جره وبيزد في الاربع وبيعطيه الاربع لناس بعد فترة بيمرنوا منهم بتركونا على الشارع ولا رعاية ولا تغذية ولا اكله فاللكلاب يطار بناخش يدور على اكل بده يتناول شو ما بيلاقي قدام ممكن يلاقي جيفة يكل منها او شي وما يقدي اذا اصابتوا بمرض بامراض خبيثة منها مرض الكلب هاللي خطير جدا على الناس وعاهل البلد بالعادة عن الحالات الثانية اللي بيسببها وجود كلب داشري بالبلد ازعج الناس الناس كثير بتخاف من الكلب بيكون لعد ناشا على الشارع ما بيشوف كلب اللي صار ورافها بيسبب له خوف بالفترة الاخيرة للأسف صارت فيه كلب اللي تهجم على الناس وصار من اسبوعين ثلاث حالات كلب بالمنطقة هون في يوم الثانين الماضي كان فيه حالة كلب بكيبوتس سنير جيران هون بمنطقة الهضبي وبمجدر شمس صارت فيه حالي اليوم الخميس انكشفت يوم الخميس انبعثت على المختبر وكانت النتيجة انجابية للكلب ويوم الاربع كمان بعثنا حالي وطلعوا الحالتين ايجابيات للكلب فمن هون بتوجه الى اهل البلد وإلى سكانها البجورين بشكل العام انه اللي بده يربي كلب انه يكون يقوم بوجبات الكلب كما يجب يعني او يربي الكلب على القصص الصحيحة يا اما من الاول ما يسمحش لأولاده او لا حدا انه يربي الكلب واليوم تربي الكلب كل الناس تعرف انه مش سهلي اه مصاريف كثيري وتربي الكلب اه بتكل اما كل فيه فهل اللي بيلاقي انه بيقدر شي يصمد او يقاوم المصاريف هذي فالاخضر انه ما يجيبش كلب او ما يعيش كلب منذ لفترة وبالان يفاته على الشارع الكلب يدمن على اله يتعول على الشغلات اللي مش لاجم تعول عليها ويصير اخر شيء هجم الناس ويكون اه 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 الشغلات بيغنا عنها الاهل البلد ومش ناغص منه على ادربل الناس هذا بالشكل بالشكل العام وكل واحد بدو يربي الكلب المفروض انه يدير باله علي ويتجل اي طبيب مختص بالاهم والشأن التطايمات اللاجمة للكلب الوقاة من الامراضين لابره دليمون كنصيراً جيكياً